قبل ما نحكي عن الغياب والعودي نجومية امتدت من أكتر من نصف قرن يعني اليوم بترجع بهالة نجم شو صار؟ والله هذا يعني كرم كرم من الناس هاللي أمثالك وهاللي بيحفظوا الود والوفاء لنجم ما رحقول نجم سوري يعني رحقول لشخص كان بهالمجال وحفظوله هالذاكرة خلال 42 سنة غبتون يعني أنا بتطلع أحيانا بقول يعني في ناس بقابلون إن كان بالمطار ولا بمكان أو بوزارة أو بمؤسسة يعني ولدوا ولدوا بعد ما أنا تركت يعني بالعمر ورغم الشيء بحس من عيونهم نظرة الأعجاب ونظرة الحاحب العودة إلى هذا المجال هذا الشيء بيسرني طبعا بيأثر فيه وبيكبر قلبي قدي قدرت تتأسس صح يعني كأدوات كوصفة لنجوم اليوم شو فينا نقله ما بحب أنا أعطي نصايح لحدا يعني وكل واحد متوع بيقوله لازم يكتشف طريقه بنفسه اللي تعلمته لأكثر شيء بس هو إنه لازم واحد يحط بباله إنه ما في حدود للتعلم يعني المعرفة والخبرة ومعرفة كل تفاصيل المهنية اللي نحن بنشتغلها هاي الماء لحدود بمشانيك لازم الإنسان يضل يتعلم ويحس إنه لسه ما وصل طبعا يعني مو التواضع الزايد عن حده يعني وخاصة التواضع مع الناس هاللي ما بيعرفوا قيمة هاللي عم تقدمه لأنه بيفتكروك بعدين أقلب كتير مما هنه نحطينك بالمكان اللي فيه طواضع العارف طواضع الواثق من نفسه هذا اللي بنصحهم فيه يعني وبقلهم إنه كل واحد يكتشف بنفسه شو الطريقة اللي هو بدي يمشي فيها ما في طريق مثل التاني ولا بداية مثل التاني ولا مطبات أو أحداث أو شيء بتصير بحياة أي فنان بأي مجال من مجالات الفنون بتشابه مجالات فنان آخر أو إعلامي أو أديب بمشانيك بقول بكل بساطة تعلم خليك عم تتعلم وتستفيد من اللي تعلمته ويستعيد القول المعروف إنه يعني استفيد من أخطاء غيرك لتتعلمها ولا تكون أنت المخطئ اللي يستفيدوا الناس من أخطاءها حلو حلو آثرت تغرد خارجه الصرب إذا بنا نقول بتندم إنك ماركبة الموجة وبقيت بالمنافسة اللي كنت مبلشها ببدايتك بالستينات بالسبعينات؟ بيظل هذا أخي يا من سؤال افتراضي ما بتقدر تعرف يعني ما بتعرف لو ضليت شو كان ممكن أنت وبالغربة كنت تشوف رفقاتك عم ينجموا عم يصيروا نجوم عم مستوى المحلي وعم مستوى الوطن العربي أكيد أكيد يعني أنا كنت حس أنه محلي يعني دائما نشوف حالي بمحلات ما وأنا عم أشاهد إن كان زملائي ولا زملائي لآخرين طبعا الإنسان إلا ما يحن وبيوم من الأيام أنا ما كنت مفكر إنه أترك نهائيا بس الظروف هاللي أنا رحت فيها وكيف استمريت بمجال إله علاقة بالفنون وبالإعلام يعني بالتنوير بشكل عام ولكن لم يكن بالتمثيل يعني أنا كتبت وأخرجت وأشرف خلف الكاميرا خلف الكاميرا خلينا نقول بس هاد أعطاني شوية تعويض يعني عن الشيء هاللي أنا افتقدته وهو التمثيل ومشانك شفتني أول ما رجعت رجعت مثل العطشان يعني بدي أطلع هون بس بيطرارات مدروسة بتخيل طبعا ومعايير بتختلف عن معايير أول الآن العمر والخبرة وكذا بتخلي للإنسان واحد نوع من المعايير هي ما بتبين أنه هي نوع من الشروط هاللي عم يفرضها لا بس عم يحط مثل نوع من يعني حدود لنفسه يعرف وين هو واصل وكيف ممكن يقدم بهذا التواجد الجديد بالنسبة لي نعم حنعرج على كتير هيك قصص ومحطات بحياة حضرتك اليوم استاذ قصامة يعني اللي بده يبحث عن معلومات عنك بالنت بيلاقي في شح بالمعلومات صحيح رغم اليوم تاريخ ومسيرة حافلة بالإنجازات كنت السبب وراء القصة ما في مين دعمك كمعلومات كتقديم معلومات سيفي نقدمه عبر السوشال ميديا هو يشوف هاي الموضوع هذا موضوع السوشال ميديا بده جهد يعني بده أنا يمكن ما كنت كتير أعطيها بالي يعني رغم أني يعني هاللي أنجسته خلال هال42 سنة برا موسى هاللي كان وكان مليء بإنجازات ملموسة على أكتر من مستوى وخاصة بمستوى الإرشادي والتنويري بشكل عام وخاصة أنت بتسناول برامج ومشاريع ما بيهتم كتير فيها القطاع الخاص يعني مؤسسنا كانت مؤسسة رسمية تمثل ست دول خليجية وكانت تهتم بأنه تعبي شيء مهم بالإعلام يعني ما بيهتم فيه القطاع الخاص ليقدمه توعية قوة توعية والإرشاد وتفتيح الآفاق على أمور ما بتخطر بالبال يعني إن كانت الصحة ولا التعليم ولا الحياة الاجتماعية بشكل عام ولا النواحي اللي بتحيط فينا ككل يعني إن كانت اقتصاد إن كانت مالية إن كانت العلاقة بالأمور التكنولوجيا العلاقة بالعلوم يعني كل الأمور كانت برامج المؤسسة تركز على هذا الموضوع وهذا بيعطيك أنت نوع من الشعور بالغبطة إنك أنت عم تساهم في توسيع آفاق الأجيال اللي عم تشوفها نعم اليوم لحتى هيك نصد هذا الثغرة أو هالشح بالمعلومات هنحكي كتير قصص عن حضرتك نتعرفها كتير قصص وإذا فيه شيء صلح لي إذا مرأ شيء يعني حاضر اليوم قديشك ناشط عبر السوشال ميديا يعني وكبت الموضوع لا يعني هو ما بدر يعني أتباه بإني أنا ما كتير مع السوشال ميديا بس ما صارت يعني نوع من الهوس بهذا الأمور لدرجة ركز عليها يعني بعطيك شيء يعني إلو علاقة يمكن بطبعي أنا لا أحتفظ بصور حتى من كل تاريخ المسرحي والتلفزيوني يعني الصور بجوز عند غيري أحيانا أخواتي بلاقي عندهم صور أولادي بلاقوا صور بمكان ما بس أنا كنت أهتم بأنه أعمل أرشيف صور وأخبار عني واللي كانت تنزل بالصحف أو المجلات قليل جدا 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 اليوم بنشوف خرجين برحة تخرجوا بتلاقيوا عامل لك سي في وعامل صور وبروفايلات برافو علي برافو علي لألك ليش لأنه هالخرجين هدول ما بتعرف بأي يوم فجأة بده يصير نجم بأذا ما كان محضر حاله لهالنجومية بده خلينا تقول بحشد لكتير من الأمور هاللي بتساعد نجوميته رح يجي يوصل لحاله عريان ضمن هالنجومية يوم لعبة ميديا هي دي الأصل لعبة ميديا هي ومهمة جدا وأنا بقول برافو عليهم أنه عم يلاقوا مجال يلفتوا في النظر إلى مواهبهم لأنه قد ما يكون دائما هن في بؤرة التركيز من قبل الإعلام بقى هو بيلفت له نظره لهاللي عم يشتغل بمجال الإعلام وهاللي عم يقرخ ويوثق ويقرشف الإعلام أنه أنا موجود أنا موجود أنا موجود أنا موجود أنا موجود